مسؤولنا محليون في صلاح الدين قالوا إن مربي الجاموس سجلبوا مواشيهم من الأهوار في جنوب العراق بعد سيطرة فصائل الحج الشعبي على المدينة خلال عمليات استعادة محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم داعش مجلس محافظة صلاح الدين بدوره أعلن عن ترحيل أصحاب المواشي مع مواشيهم الوافدين إلى المدينة بعد عام 2014 محملين بالوقت ذاته القوات الحكومية بالمدينة مسؤولية التراخي في التعامل مع أصحاب المواشي دعونا نتابع تصريح مجلس محافظة صلاح الدين وقرر المجلس مايلي أولا ترحيل أصحاب المواشي مع مواشيهم الوافدين إلى المدينة بعد عام 2014 بسبب الجفاف الذي حل بالأهوار في حينه والعودة إلى ديارهم ويستذنى من ذلك المسجلين ضمن دار الجنسية وأحوال مدينة سامراء ثانيا في الوقت الذي نثمن دور القوات الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مدينة سامراء فأن مجلسنا يحمل مديرية شرطة سامراء المسؤولية حول الفوضى وعدم الضباط أصحاب الجواميس وضرورة السيطرة على مواشيهم وحسب الاتفاقات السابقة مع الحكومة المحلية والقوات الأمنية وبعكسه يتم تحميل أصحاب المواشي المسؤولية القانونية ثالثا تلتز من إدارة المحلية ومديرية شرطة سامراء بأخذ تعهدات من قبل أصحاب المواشي وتبلغهم بمغادرة المنطقة خلال فترة أقصاها شهر واحد فقط أربعة على المتضررين من الحوادث المنورية التي كانت المواشي سببا فيها القيام بتقديم دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة